حكومة دون عاصمة واتفاقات انتهت إلى الفشل خلاصة أفضت إليها خمس سنوات من الحرب والهيمنة المطلقة على القرار السياسي والعسكري والاقتصادي مارسه التحالف بقيادة السعودية وتحولت معه السلطة الشرعية إلى أضعف طرف في معادلة الصراع لم تعد السعودية تكترث على ما يبدو بإنجاح اتفاق الرياض قدر عدم اكتراث الأمم المتحدة بإنجاح اتفاق الحديدة الحكومة وحدها من يسعى جاهداً للوصول إلى الحلول ويحذر من الكوارث فقد حذر رئيس الوزراء معين عبد الملك بعد مغادرته الأخيرة العاصمة السياسية المؤقتة عدن من مخاطر فشل اتفاق الرياض ومن أن البدائل ستكون كارتية على الجميع خاصة المواطن اليمني رئيس الوزراء شدد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أنه لمجال للمغامرات والمراوغات وذلك في إشارة إلى المواقف التي يبديها المجلس الانتقالي مدعوماً من الإمارات وبعد يوم واحد من تحذير رئيس الوزراء طالب وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقاء جمعه مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن جونيد منير بالتنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض مجدداً حرص الحكومة على تنفيذ الاتفاق الوزير الحضرمي شدد على ضرورة اتخاذ جراءات كفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض في ضوء استمرار عرقلة التنفيذ من قبل المجلس الانتقالي يأتي ذلك وسط استمرار عرقلة الانتقال لتنفيذ اتفاق الرياض وقيام عناصره الأمنية بحملة اعتقالات ممنهجة للمعارضين في مناطق سيطرته بالتزامن مع استمرار فوضى البسط على الأراضي والممتلكات غاب صوت السعودية الراعي الرئيس لاتفاق الرياض لم يعد قائد التحالف السعودي في عدن يطلق التصريحات الحماسية بشأن مسؤولية بلاده عن تنفيذ الاتفاق وغاب معه الحديث عن جهود اللجان المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق الذي انقضت فترته دون أن ينفذ منه بند يذكر غياب يعكس حجم المأزق السعودي الذي تغذيه الإمارات في عدن في ظل الاستهداف الممنهج بالمداهمة والاعتقالات لعناصر تعمل ضمن خط السعودية وبهدف خلق واقع عسكري وأمني يتفق مع حجم النفوذ الأمني والعسكري السعودي الراهن في العاصمة السياسية المؤقتة عدن